بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الشرف المرسلين سيدنا محمد على آله وصحبه أجمعين أهلا ومرحبا بحضراتكم على قناة STC في الكورس الفلكي السلموني مع حلقة جديدة تحت عنوان الفصول الأربعة ظاهرة الفصول الأربعة واضحة لكل من يشاهد الطويع فليالي الشتاء الطويلة الباردة وأيام الصيف الدافئة لها تأثير على البيئة من حولنا وعلى سلوكنا لدرجة أن ملابسنا التي نرتديها تختلف باختلاف الفصول وعلميا يرجع تكون الفصول إلى ميل محور دوران الأرض حول نفسها على مستوى دورانها حول الشمس فأثناء شهور الصيف يميل القطب الشمالي للأرض مقتربا من الشمس بينما يميل مبتعدا عنها خلال شهور الشتاء ونتيجة لذلك فإن عدد ساعات النهار مثلا تختلف من شهر إلى آخر فالإنسان في الولايات المتحدة الأمريكية يعيش نهارا طوله 16 ساعة خلال شهر يونيو بالمقارنة بنهار طوله 8 ساعات في شهر ديسمبر وهناك أماكن على الأرض تحدث فيها ظواهر غريبة فعند القطب الشمالي والقطب الجنوبي للأرض يدوم النهار أو الليل ستة شهور وعلى سبيل المثال فعند القطب الشمالي تشرق الشمس في أول أيام الربيع وتظل في كبد السماء إلى أول أيام الخليف وهناك منطقة في الأرض تظل الشمس في سمائها لمدة 24 ساعة وذلك ليوم واحد في السنة على الأقل وطوال هذا اليوم يرى الناس الشمس حتى في منتصف الليل ويشير القرآن الكريم إلى اختلاف الليل والنهار كظاهرة مدهشة تستلهم ذكاء الإنسان وعقله كما في قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب ويذكر القرآن أيضا آية أخرى قد تشير بالذات إلى مناطق في الأرض تشرق الشمس عليها لمدة طويلة كما في قوله تعالى حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترة والرحلة السنوية للأرض حول الشمس تشرح لنا الحركة الظاهرية للشمس خلال البروج فيما نسميه بالحركة السنوية حيث تحملنا الأرض في مدارها خلال مناطق مختلفة وبذلك نرى الشمس أثناء السنة من أماكن ذات خلفية مختلفة من النجوم في السماء وعلى ذلك فإن بعد المشرقين يمثل أقصى بعد بين موضعي الأرض في فلكها حول الشمس والمقصود هنا هو قطر مدار الأرض حول الشمس حيث أن القطر في الدائرة هو أكبر بعد بين نقطتين على محيط الدائرة الكروية للأرض وهذا البعد مشار إليه في الآية القرآنية التالية ليعبر عن أقصى مسافة تفصل بين نقطتين في مدار الأرض بالنسبة للبشر الذين يسكنون هذا الكوكب قال تعالى حاكياً عن أحد الذين أظلهم قرينه أو صديقه قال حتى إذا جاءنا قال قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين وتدور الأرض حول الشمس مرة كل سنة وكل شيء على الأرض يتحرك معها على الرغم من أن سرعة الأرض تصل إلى سبع وستين ألف ميل في الساعة نتيجة هذا الدوران السنوي فإن أحد لا يشعر بهذه الحركة ولقد أشار القرآن الكريم إلى هذه الحقيقة بقوله تعالى وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء ولقد كانت هذه الآية صعبة الفهم على المفسرين القدماء فاعتبروها إشارة إلى زوال الجبال يوم القيامة ضمن الزوال الكامل لكل شيء ومن هنا ندرك كيف أن مفسر القرآن قد اختلت عليهم الأمر طيلة قرون ماضية في تفسير بعض الآيات العلمية التي لم يكن في استطاعتهم أن يفطنوا إلى معناها الدقيق إن عبارة صنع الله الذي أتقن كل شيء في الآية الأخيرة تؤكد أن هذه الآية تختص وصف الطور الحاضر لعالمنا الفيزيائي وتشير بذلك إلى حركة الأرض وإلى ظواهر أخرى سوف نتعرف عليها لاحقاً وهنا أيضاً عندما تقابل نص القرآن الكريم بالمعطيات العلمية الحديثة كيف لا تنبهر بتلك التحديدات الدقيقة التي لا يمكن افتراض أنها صدرت عن فكر إنسان عاش من 14 قرن تقريباً إن القرآن حقيقة وليس شعراً أو شعوذاً وإليك عزيزي المشاهد بعض الآيات القرآنية الروحية التي تؤكد أن القرآن وحي جاء به جبريل كما قال الله تعالى فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بظنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم حقا إن القرآن رسالة من الله أحضرها الملاك جبريل وبهذا فإن القرآن قول رسول كريم وليس قول شيطان الرجيم ولقد رأى النبي محمد صلى الله عليه وسلم جبريل في السماء خلال الوحي وكلمات القرآن واضحة وحقيقة نزلت بمنتهى الحكمة بوحي إلهي إلى النبي ليبلغها لجميع البشر قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وليس خطاب القرآن قاصرا على طبقة أو جنس معين ولكنه خطاب عالمي موجه إلى جميع الناس في كل زمان ومكان والقرآن عزيزي المشاهد والمستمع الكريم يهدينا بوضوح بكامل إرادتنا فلماذا نتردد؟ تقبل هذه النعمة الإلهية توب إلى الله واستغفره لذنوبك فأبواب الرحمة مفتوحة لمن شاء منكم أن يستقيم والله هو الرحمن الرحيم ورب العالمين قال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر ذنوب جميعا حقا إن الله يغفر ذنوب جميعا إلى هذا الحد نكون قد انتهينا من الكلام عن كروية الأرض ودورنها حول نفسها وحول الشمس نلتقي في الحلقات القادمة إن شاء الله في الكلام عن الجبال من خلال النقاط الآتية والتي سوف نتنولها بالشرح والتفصيل 1- جذور الجبال 2- توازن الجبال 3- الجبال كعوامل اتزال الأرض 4- الجبال العالمية والثلج 5- حركة الجبال 6- أصل وعمر الجبال 6- كل ذلك من خلال النظرة العلمية في ضوء إشارات القرآن الكريم إلى أن ألقاكم لكم خالص تحيات مستر محمد السيد السلموني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته